السلام عليكم ازايكم اخواتي عاملين ايه ان شاء الله اكونوا بخير اهلا بيكم في فيديو جديد فيديو النهاردة صديقة اشرح لك ازاي تحصل على الانفور التلجي مجانا بدون ما تدفع ولا شدة واحدة وكمان صديقي لو انت مش معاك سنديق تفتح بيها على الانفور التلجي ففي فيديو النهاردة برضو هشرح لك اسهل طريقة تحصل بيها على السنديق كلاسيك والسنديق دي طبعا صديقة تفتح بيها على الانفور التلجي في الله بينا على طول كده نبدأ في الفيديو قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك وأهم حاجة طبعا صلى عن نبي عليها أفضل الصلاة والسلام وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو أول حاجة كده صديقي احنا نروح على السنديق وبعد كده صاحبي نخش على السنديق الكلاسيكية أو السندوق الكلاسيك هتلاقي عندك هنا طبعا صديقي الانفور التلجي عليه العلامة الخضر اللي أمامك دي وإحنا طبعا شرحنا عنها كل حاجة ولكن صاحبي لو ركزت كده فهتلاقي متبك فقط أربع أيام وبعد الأربع أيام دول العلامة الخضرية دي هتتشال طيب ركز معايا دلوقتي بعد الأربع أيام دول إيه اللي هيحصل مش هيحصل أي حاجة صديقي الانفور التلجي هيفضل موجود معنا ولكن العلامة الخضرية دي هتتشال من عليه فيكون نسبة حظك أو فرصتك أن أنت تحصل على الانفور التلجي هتكون قليلة جدا 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 يعني أنت لو عاستيكسب الانفور التلجي مجانا ففرصتك ونسبة حظك هتكون عالية جدا لو انت فتحت في الاربع ايام اللي متبقيين دول لان طبعا صديقي كان معنا 12 يوم تقريبا نفتح براحتنا ولكن حاليا فمتبقي اربع ايام فقط فانت طبعا لو نفسك اللي انت تحصل على الانفور التلجي مجانا فانت معاك اربع ايام لازم صديقي ان انت يعني تحاول تستفاد اكبر استفادة ممكنة في الاربع ايام دول ان انت هتجمع سنديق كلاسيك كتيرة جدا وانا هشرح لك في الفيديو ده ازاي تجمع وبعد ما تجمع باشا كده ايه تخش على طول على الصندوق الكلاسيك وتفتح كل السنديق اللي انت جمعتها تمام اخواتي تمام يلا بينا دلوقتي بقى صاحب نروح على كل طرق تجميع السنديق الكلاسيكية الصندوق الكلاسيك طبعا صديقي اللي امامك ده هشرح لك ازاي تجمع الكسائم دي وازاي كمان ان انت تجمع سنديق كلاسيكية اول حاجة كده صديقي انا هشرح لك كل الطرق اللي انت تقدر تجمع بيها سنديق كلاسيكية هنخش كده اول حاجة على الشوب بعد كده صديقي هتيجي عندك حاجة اسماء الكنوز هتيجي عليها ويتنزل تحت خالص كده عندك هنا طبعا ان انت تشتري كسائم سنديق كلاسيكية بعملات السيرفر كل يوم صديقي يليك ان انت تشتري خمس كسائم يعني انت صاحبي كل يوم كده اول ما تخش اللعبة هتيجي في المكان ده طبعا تكسب خمس سنديق او عفوا خمس كسائم كلاسيكية طيب صديقي دي كده اول طريقة تاني طريقة هتخش عندك كده صديقي على العشيرة او الكلان بعدك طبعا هتيجي على المتجر هتلاقي عندك هنا كده صاحبي زي ما انت شايف كسائم سنديق كلاسيكية وعندك هنا صاحبي كده تقريبا كل خمس ايام او كل ست ايام فانت هتخش في المكان ده طبعا وتجمع سنديق كلاسيكية او هتجمع كسائم سنديق كلاسيكية طيب صاحبي الطريقة الثالثة اللي بعد كده اللي احنا برضو هنحصل بيها على كسائم سنديق كلاسيكية لو جيت كده صاحبي على الفعليات بعد كده طبعا هتنزل على تالت وحدة وهنا طبعا زي ما انت شايف بقولك ادعو القصدقاء الكدامى للعودة واحصل على مكافئات هتضغط كده صاحبي على كلمة اختنم الفرصة طيب ركز معي كويس جدا هنا وهقولك انت هتعمل ايه بالزبط بص صديقي اول حاجة طبعا انت هنا بتدعو قصدقائك اللي هم سابوا اللعبة يعني قصدقائك اللي هم كانوا قصدقائك عندك بعد كده افلوا اللعبة المدة بتدعوهم عادي خالص طيب صاحبي بعد ما تدعوهم اول ما تدعو اربعة من اصدقائك دول فانت تحصل كده على صندوق كلاسك يعني انت خلاص كده دعيت اربعة من اصدقائك هتحصل صديقي على صندوق كلاسك هتاخد صندوق كده عادي خالص وبعد كده صديق عندك هنا شوية مهام لما صاحبك اللي انت دعيته للعبة يعني صاحبك اللي كان بيلعب معاك والسابل اللعبة كده شوية لما انت صاحبي رجعته هو لو عمل شوية مهام فانت هتكسب العملات اللي أمامك دي لو مثلا كده لعب مباراك لاسيكية فانت هتاخد أربع عملات لو مثلا صديقي لعب مباراك لاسيكية واخد مركز من أفضل عشرة انت برضو هتاخد عملات يعني أي حاجة من المهام اللي أمامك دي لو صديقك عملها فانت هتكسب عملات طيب العملات دي انت بتعمل بيها ايه؟ لو رجعنا كده صاحبي عندك هنا استرداد المكافأة العملات دي صاحبي زي ما انت شايف بتقدر ان انت تشتري بيها قسائم سنديق كلاسيكية عندك هنا طبعا القسيمة بعملتين يعني انت يعني لو عايزك تستردد لك مثلا خمس قسائم بعشر عملات لو عايز تسترد عشر قسائم يعني الصندوق لازم يكون معك عشرين عملة أنا طبعا صديقي زي ما انت شايف معايا تلاتة وتسعين عملة فقدر هنا طبعا ان انا اشتري شوية قسائم فممكن صديقي ان انا كده أفضل اشتري شوية قسائم يعني انا كان معي 93 عملة حاليا زي ما انت شايف يعني اشتريت كده مثلا 4 قسائم وتبقى معايا 85 عملة فطبعا صديك انت من المكان ده برضو تقدر ان انت تحصل على قسائم سنديق كلاسيكية بطريقة كويسة جدا برضو صديك الطريقة اللي بعد كده صديك اللي انت برضو تحصل بيها على قسائم سنديق كلاسيكية تقريبا دي الطريقة رقم 4 او رقم 5 انا مش فاكر لاني معددتش لو انت فاكر اكتبلي دلوقتي كده في التعليقات دي الطريقة رقم 4 ولا رقم 5 المهمة صديك هتخش عندك على الاربي طبعا صديك من الاربي انت هتقدر ان انت تحصل برضو على قسائم سنديق كلاسيكية لو انت شاحن او حتى انت مش شاحن يعني لو انت شاحن كده في اربي اربعة هتحصل على قسائم لو انت مش شاحن في اربي تمانية هتحصل على اربع قسائم زي ما انت شايف كده ده في اربي تمانية وبرضه بقى صديك هتبدأ ان انت تاخد كسائم هتاخد كسائمتين لو انت شاحن ولو انت مش شاحن كمان في ربي 18 هتاخد 4 كسائم وبعد كده في ربي 29 4 كسائم ده طبعا لو انت مش شاحن هتاخد في ربي 39 6 كسائم وبعد كده صديك عندك في ربي 49 هتاخد 8 كسائم يعني انت برضه من الاربي لو انت حتى مش شاحن فانت هتاخد كسائم سندي كلاسيكية يعني حرفين صديك كتير جدا من الاربي بس وعندك بعد كده صديقي الطريقة اللي بعد كده اللي تقدر برضو تحصل منها على كسائم سنة دي كلاسيكية وهي طبعا صديقي من الفعليات هنخش كده صديقي على الفعليات بعد كده هتلاقي عندك هنا فعالية زي ما انت شايف عرض الألعاب النارية للسنة الجديدة عندك هنا صاحبي خلال الفعالية أشعل الألعاب النارية على مصرح الألعاب النارية في ليفيك أو أرينجل للحصول على مكافئات هشرح لك دلوقتي انت هتعمل ايه هنا طبعا أول ما تشعل مرة واحدة فانت هتكسب الصديقي زي ما انت شايف شعبية طبعا وبعد كده أول ما تعمل خمس مرات فانت صديقي هتكسب سندوق كلاسيك وبعد كده أول ما تشعل الألعاب النارية دي عشر مرات فانت هتكسب الإطار الجديد لسنة 2023 لأمامك ده طيب صديقي ازاي انت هتلعب الألعاب النارية دي أو ازاي هتشعل الألعاب النارية انت طبعا أول حاجة تخش على الفعليات بعد كده هتيجي على ثالث واحدة وهنا طبعا مكافأة تسجيل الدخول 23 من الألعاب النارية هتضغط كده صاحبي على كلمة جمع وهتجمعهم عادي خالص بعد كده صديك هتجيب مثلا جيم رينجل أو ليفيك بالمود الجديد وهتبدأ عادي خالص طيب صديك وبعد ما بدأت الجيم زي كده فانت هتيجي صاحبي عندك كده هتلاقي عندك هنا ألعاب نرية زي ما انت شايف عندك هنا كده صديك زي ما انت شايف بتشهل بقى الألعاب النارية كده كده صديك خلاص انت أشعلت الألعاب النارية ودي طبعا اتحسبت لك مرة يعني صديكي لو انت كده أشعلت خمسة من الألعاب النارية في نفس الجيم فمش هتتحسب لك صديك الخمس مرات انت طبعا لازم في خمس جيم ان انت تشعل الألعاب النارية تمام صديكي وبعدك طبعا بعد ما بتشعلها خمس مرات فانت صاحبي بتحصل هنا على صندوق كلاسك فبس كده صاحبي هي دي كل الطرق اللي انت تقدر تحصل منها على سندوق كلاسك وعلى كمان قسائم سنديق كلاسيك وحاليا يا أخواتي أنا معايا كده 3 سنديق فنخش يا جدعان ونفتح الثلاث سنديق اللي معايا دول على الانفور التلجي وازي أمرت لك صاحبي أنت معاياك 4 أيام يلا بينا أخواتي أول صندوق ده كده بحظ كل إخواتي اللي عملوا لايك للفيديو نشوف يا جدعان هتطلع لنا إيه ماشي هتطلع لنا القميز ده هل سونا نفتح أي حاجة تاني نفتح باقي برضو الصندوقين اللي معانا والصندوق ده كده نسيبه مش هنعمل تخطي يا جدعان لأن أصلا هم 3 سنديق بس في يلا بينا نشوف هتطلع لنا إيه يلا بينا على طول بقى كده أخواتي على آخر صندوق وإن شاء الله جدعان يطلع لنا الانفور التلجي في الصندوق ده يعني نسبة الحظ عليه جدا على الانفور التلجي ولكن أصلا هو معايا فصعب شوية أنه يطلع لي مرة تانية المهم صديقي أنت طبعا عندك 4 أيام فتحاول أن أنت تفتح على الانفور التلجي قبل الأربع أيام دول لأن طبعا صاحبي عندك نسبة الحظ في الأربع أيام البقية دول هتكون عالية جدا عن الانفور التلجي فبس كده صديقي ده فيديو النهاردة أتمنى يكون الفيديو عجبك وكون استفدت من الفيديو لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش أن أنت تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وأشوفك في فيديو جديد وسلام